فيما لا تزال الأمور مجمدة بشأن حل حالة عقدة توزير سنة الثامن من أذار ولا اتصالات تحصل بين الأطراف المعنية إضافة إلى عدم الإفساح بأي معلومات من قصر بعبدة حول هذه الأزمة أكدت مصادر مواكبة لمسيرة التأليف أن ما يتم التداول به بشأن خلاف بين رئيس الجمهورية ميشيل عون وحزب الله غير صحيح ووضعت كلام الرئيس عون الأخير في خانة الاختلاف في وجهات النظر كما أشارت المصادر إلى أن الرئيس عون لا يتفاوض مع أحد بخصوص هذا الموضوع لكن هناك أشخاص يزورونه ويقترحون حلولا واعتبرت المصادر أن رئيس الجمهورية يبدي حرصه على تشكيل الحكومة وعلى أن لا يكون أحد خاسرا كما أنه يعرف مدى ضغط الوطع الاقتصادي وما هي العقد ويعمل على تسهيل التأليف ولفتت المصادر إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري عبر عن مواقفه وهو لا يناور الشأن الحكومي لم يغب عن لقاءات رئيس الجمهورية حيث استقبل متروبوليد بيروت للروم الأرثوذوكس المطران لياس عودي بحضور النائب لياس بصعب وجرى عرض للأوضاع العامة ومسار تشكيل الحكومة إضافة إلى شؤون تتعلق بطائفة الروم الأرثوذوكس المطران عودي تمنى على الرئيس عون أن يتمثل الأرثوذوكس في الحكومة أفضل تمثيل كما عرض الرئيس عون لمسار تشكيل الحكومة وموضوع تمثيل الروم الكاثوليك مع وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشيل فرعون لسيما ما تردد حول الحقائب التي ستسند للوزراء الكاثوليك فرعون أمل إيجاد الصياغ التي تمنع حصول أي إجحاف في حق الطائفة وغيرها واحترام مبادئ وثيقة الوفاق الوطني مشيرا إلى خروقات تحصل للأصول وأسلوب التعاطي لبعض الأطراف مع مسار التأليف الرئيس عون استقبل كذلك سفير فرنسا في لبنان برونو فوشي ورئيس البعثة العلمانية الفرنسية فرانسوا بيريت بحضور الوزير السديم جريساتي وجرى عرض لأوضاع مدارس البعثة في لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر